لأن المصائب لا تأتي فرادة في بلد تحكمه الميليشيات لم يعد يعرف العراقيون أي ناحية من نواحي الحياة لم تحل بها الكوارث فمن التدهور الاقتصادي إلى الأمني والسياسي وصولا إلى معضلة الجفاف والتصحر التي حولت أهوار العراق إلى مناطق شبه مهجورة حتى إن صحيفة الڭارديان البريطانية دقت ناقوس خطر التصحر تقول الصحيفة إن العراق يسير على طريق كارثة إنسانية وبيئية نتيجة لاستمرار إهمال ملف معالجة البيئة العراقية وتصاعد حدة الجفاف والتصحر إلى مستويات غير مسبوقة حيث فقد العراق في مناطقه الشمالية نحو 90% من ناتجه الزراعي العام الماضي نتيجة للتلف بسبب شح المياه وتدهور الأراضي والبيئة بشكل عام فيما تحتضر الأهوار بسرعة كبيرة الجفاف المتفاق منعكس سلبا على استقرار الفلاحين فبدأت هجرة كبيرة أدت إلى مشاكل أمنية وكارثة إنسانية ودخول عشرات الآلاف إلى المدن التي تعاني بالأساس من انهيار في بناءها التحتية وانتشار الأسلحة والمنافسة على المياه وهذا ما سيؤدي إلى صراع كبير يهدد مستقبل العراق كما تقول صحيفة الڭارديان عوامل الجفاف ليست جميعها طبيعية وعلى العكس تماما شهد العراق في لاونات الأخيرة هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات متكررة المشكلة تكمن في غياب التخطيط والفشل الحكومي في استثمار المياه وتدارك الأزمة عبر مشاريع مائية هامة وعندما تغيب السيادة الوطنية لا يبقى في البلاد من يدافع عن حقوقها المائية الإقليمية فتصبح عرضة لتجاوزات دول الجوار ولسيما إيران التي قطعت روافد نهر دجلة وساهمت بشكل كبير بتفاقم الأزمة المائية ترجمة نانسي قنقر